بعد أن رفضت جمعية مستثمري المناطق الحرة إخضاع نشاط ترانزيت لضريبة الدخل على إثر تصريحات لمدير ضريبة الدخل بضرورة تجيل رقم ضريبي على بينات تجارة سلع الترانزيت أكدت وزارة المالية عدم خضوع نشاط الترانزيت لضريبة الدخل بموجب أحكام القانون وأعلنت عن آلية جديدة للتعامل مع تجارة سلع ترانزيت في المناطق الحرة رئيسية مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي قال في بيان صحفي أن هذا القرار جاء نتيجة التوافقات التي تمت بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والهيئة حول تعليمات وشروط وأحكام احتساب ضريبة الدخل على النشاط التجاري في المناطق الحرة وعلى ضوء التطبيق العملي لتحديد مفهوم نشاط الترانزيت